بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالهاد البشير محمدي وبدينه العالي على الأديان ثبت على الإيمان قلبي وهدني للحق وانصرني على الشيطان يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام وأنتم بألف ألف خير كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوى بمناسبة عيد الفطر المبارك وهذا أول لقاء لنا بعد رمضان في شهر شوال العيد أتى ومضى ورمضان أتى وانقضى والسعيد من عباد الله من ختم له رمضان بالقبول وكتب ضمن الفائزين بعفو الله جل وعلا والأمان من عذابه هنيئا لمن قبل صومه وشكر سعيه وغفر ذنبه هنيئا لمن شاهد له رمضان هنيئا لمن شفع الله فيه الصيام والقيام ماذا بعد رمضان وما الواجب علينا أن نقوم به بعد رمضان من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى وانقضى ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق لا يموت سبحانه وتعالى الله جل وعلا هو رب شوال ورب رمضان ورب رجب ورب شعبان ورب ذي القعدة ورب ذي الحجة ورب المحرم ورب ربيع رب كل الشهور كل الشهور نتعبد فيها لله جل وعلا رمضان له خصوصية نعم وله مزية وله يعني ثواب مضاعف من الله للصائمين والقائمين طيب بعد رمضان يا من صمت لله في رمضان عندك صيام النوافل يا من حافظت على الصلاة في رمضان صلاة التهجد والتراويح والقيام والصلاة في المسجد في جماعة الصلاة مفروضة عليك طوال السنة يا من قرأت القرآن في رمضان القرآن مفتوح طوال السنة اجعل بينك وبين القرآن ود موصول في وداد متوصل مع كتاب الله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا واحد من الصالحين في يوم العيد ماشي في الطريق فوجد جماعة يضحقون ويقهقهون ويمرحون فقال لأصحابه إن كان هؤلاء قبل صومهم فما هذا بفعل الشاكرين وإن كانوا لم يقبل منهم فما هذا بفعل الخائفين وكان أحد الصالحين يبكي في آخر رمضان ويقول أي شهر قد تولى يا عباد الله عننا حق أن نبكي عليه بدموع لو عقلنا وكان أحدهم يقول تعف الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن وكان أحد الصالحين أيضا في نهاية رمضان يقول إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عطق أحراري وأنت يا سيدي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار الله أكبر إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عطق أحراري وأنت يا سيدي يا إلهي يا خالقي يا رازقي يا مجدي يا بارئي يا مصوري يا الله وأنت يا سيدي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار قمة العز والفخار أن تكون عبدا لله أن تطأطئ رأسك لله أن تسجد لله أن تخضع لله أن تتضرع لله أن تتذلل لله جل وعلا أن تأنسى بقرب الله سبحانه وتعالى وكان من دعاء الصالحين اللهم أذقني حلاوة الأنس بك أن يبقى في أنس منك ومن ربنا سبحانه وتعالى يعني الأنس بالله ينسيك ما دون الله جل وعلا وكان السلف الصالح يستقبلون رمضان قبل أن يأتي بستة أشهر وقد قلت هذا في رمضان يقولون اللهم بلغنا رمضان قبل الشهر ما يأتي بستة أشهر يدعون ربهم اللهم بلغنا رمضان ويودعون رمضان بعد رحيله بستة أشهر يقولون اللهم تقبل منا رمضان سبحان الله العظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يصوموا لله حق الصيام وأن يقوموا لله حق القيام وأن يتبتلوا بين آدي الله في رمضان يسألونه الجنة ويستجيرون به من النار ويستغفرون ربهم بالليل والنهار حتى إن سيدنا عمر بن عبد العزيز نهج هذا النهج أخذ من سيدنا رسول الله ومن الصحابة ونهج نهجهم كان في آخر رمضان يرسل إلى أمرائه وولاته على الأمصار والبلاد يقول لهم أكثروا في ختام رمضان من شيئين عليكم حكتين تعملوهم في آخر رمضان إيه هم قال الاستغفار والصدقة ليه الاستغفار والصدقة لأن الصدقة تكون السبب في قبل العمل لما تتصدق وتقبل على الله جل وعلا أم ربنا يقبل منك العمل لأن الصدقة تدخلك على ملك الملك والملكوت الصلاة توصلك نصف الطريق والصدقة توصلك إلى ملك الملك والملكوت سبحانه وتعالى طب الاستغفار ليه الاستغفار لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل عمل نريد أن نختمه ونريد أن يقبل نختمه بالاستغفار إزاي الاستغفار نختم به العمل هذا ما نتعرف عليه ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا بسم الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولة واغفر جنايتنا وسترك أولنا واجعل جميع صنيعنا مقبولا يا رب صل على طاها وعترته مسلما وأنلنا منك رضوانا واجعل خواتمنا خيرا وكلمتنا عند الممات بك اللهم إيمانا اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله كنت أقول لحضراتكم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نختم الأعمال الصالحة بالاستغفار والدليل على هذا أن الله أمره بهذا سيدنا النبي في خطبة الوداع يخطب وتنزل عليه الآية فيقرأ للصحابة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب يعني بعد تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة نصحه للأمة وكشف الله به الغمة وجل به الظلمة بعد كل هذا يوم ربنا يقول لسيدنا النبي فسبح بحمد ربك واستغفر قل استغفر الله وكذلك في القرآن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بعد العمل استغفر ربك سبحانه وتعالى فسيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل إلى أمرائه وعماله في الأمصار يقول لهم استغفروا ربكم في نهاية رمضان ليه قال أسوة بالأنبياء كونوا كنبي الله آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قولوا كما قال نوح وإن لا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قولوا كما قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قولوا كما قال إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر له خطيئته يوم الدين طيب شوف سيدنا النبي يقول لنا أي في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب مش الشباب يكتمعوا في ليلة العيد ويسهرون ويمرحون ويشربون ويسكرون لا ده مش من الإسلام في شيء إنك تغيب بعقلك عن هذه الدنيا ده 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 ممن يعني ناكص على عقبي إنما الإنسان العاقل الفطن الذكي اللبيب الحصيف ده هو الذي واضب على الطاعة بعد رمضان كما كان مواضبا عليها في رمضان لأنه خدوا بالكم من حاجة خدوا بالكم من حاجة من علامات قبول الطاعة أن توفق للطاعة بعد الطاعة عيز ربنا يقبل منك الطاعة التي فعلتها في رمضان تقوم تواضب على الطاعة بعد الطاعة ده دليل على قبول الطاعة من علامات قبول الطاعة والحسنة أن يوفق العبد للطاعة والحسنة تلو الحسنة طب من علامات عدم قبول الطاعة ألا يوفق العبد للطاعة بعد الطاعة طول شهر رمضان محافظ على الصلاة في جماع يجي في ليلة العيد يقوم بقى يعود إلى ما كان عليه زي ما يقولوا في المثل بتاعنا رجعت ريمة لعدتها الأديمة طبعا أنتم تسمعوا الأمثال دي كتير من مولانا وأستاذنا الشيخ حازم ربنا يبرك فيه ويفتع عليه وأنا يعني استفدت منه كتير في الحلقة الأخيرة وهو بيقول إن صفى القلب لله تلقى عن الله ما لا يدرك إلا بالله ربنا يفتع عليه وينفعنا بعلمه يا رب إن شاء الله فالإنسان لا يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان إنما ذا رمضان فرصة للتغيير فرصة للجوء إلى الله للفرار إلى الله ففروا إلى الله يا من وظبت على التراويح في رمضان تلاتين يوم بتصالي تراويح في المسجد يا من وظبت على صلاة الصبح في جماعة يا من أصبح الوداد بينك وبين القرآن موصول في رمضان وختمت ختمة واثنين وثلاثة وشغال مع القرآن وبقى القرآن يجري على لسانك وعلى قلبك لا تعد إلى ما كنت عليه قبل رمضان وما لا أعمل إيه يا عم الشيخ كن وفيا بالعهد مع الله طب شوف مولانا بيقول لك إيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما طب اللي بيش يوفى بالعهد فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ورب العز سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن ويحذرنا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة ليس من العقل إن المرأة اللي بتغزل الصوف تيجي بعد ما غزلته عملته وصنعت تيجي تنقض الغزل بتاعها دي مجنونة بيش عقلة أو اللي يعمل كده بعد رمضان يبقى ليس من العقل في شيء إنه ينقض العهد مع الله إنه يعود إلى ما كان عليه من عصيان أنت طول رمضان بتقولي يا رب سترتني فيما مضى فأصلح لي ما بقي من عمري في يوم من الأيام الفضيل بن عياض ماشي فآب الرجل في الطريق فآب الفضيل بيقول له إيه كم عمرك قال أربعون سنة بقول له منذ كم وأنت تسير إلى الله قال منذ ستين سنة مش كم عمرك بقول له بقى لك قد إيه ماشي في طريق ربنا قال له بقى لي ستين سنة فقال الفضيل أو شكت أن تصل فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال وهل تعرف معناها قال نعم أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع فقال له الفضيل ومن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن عارف أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه الراجل خاف ألوى ملحيلة قال يسيرة على من يسرها الله عليه قال وما هي دلني قال أن تصلح فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى وما بقي إنك تصلح في اللي جاي تعمل خطة جديدة مع الله سبحانه وتعالى تعمل أسلوب حياه جديد هستقبل شوال إزاي هتصوم الستة من شوال هتحافظ على صلاة الفجر جماعة هتحافظ على الصلوات في جماعة في المسجد يا من كنت تساعد الأرامل واليتام والمساكين والفقراء في رمضان هل بعد رمضان لا يوجد مساكين وأرامل ولا أيتام موجودين لكن ابحث أنت عنهم يا من أدخلت الفرحة والبهجة والسرور على قلوب الأيتام في رمضان ماذا أنت فاعل بعد رمضان ماذا بعد رمضان سؤال لابد لكل واحد مننا أن يسأل نفسه هذا السؤال هعمل إيه بعد رمضان هتقبل على الله زي ما كنت قبل رمضان ولا تعود تاني هتعمل إيه مع ربنا سبحانه وتعالى كلما أذنبت ذنبا استغفر من ذنبك وتب إلى ربك وجدد التوبة وأقبل على الله جل وعلا وابكي بدل الدموع دمًا ليه لأن رب العز سبحانه وتعالى يأتيك بالموت فجأة بغتة والقبر صندوق العمل ملك الموت ما بيستأذنش حد نحن سمعنا عن بعض الأصدقاء ماتوا في يوم العيد واحد صاحبي كان قاعد معايا مبارح بولي أنا اتصلت بفلان وأعرفه معرفة جيدة وقلت له سنلتقي بعد العيد بوليتانيوم فجأت أنه قد لقي ربه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى كل الطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى إذا كان سيدنا النبي مات يبقى أمين الله يعيش في الدنيا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ستنا السيدة عائشة رضوان الله عليها لما سئلت عن عبادة سيدنا رسول الله قالت كان عمله ديمة في رمضان وفي غير رمضان كان كل ليلة سيدنا النبي يصلي إحدى عشرة ركعة لله جل وعلا صلاة القيام كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان خرج للصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلال كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المريض فيعوده في بيته كان إذا علم بجنازة تبع الجنازة كان إذا علم أن أحدا في ضيق أو في كرب يسعى في تفريج كربه وفي سداد دينه وقال من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كربات يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه نعمل إيه بعد رمضان عشان نقرب لربنا أكتر هذا ما نتعرف عليه ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا بسم الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد ماذا أفعل بعد رمضان لأكون في عهد موصول مع الله جل وعلا علمنا حبيبنا أن الإنسان بعد رمضان يصوم ستة أيام من شوال قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله طيب إحنا بنصوم رمضان شهر كل سنة والحسنة بعشر أمثالها يبقى الشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعشرة من جاء بالحسنة دي فله عشر أمثالها يبقى بستين يوم شهرين آدى معنا فكأنما صام الدهر كله يعني اللي يصوم رمضان وستة أيام بعد رمضان فكأنما صام الدهر كله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي سيدنا أبو هريرة وبيقول له صم ثلاثة أيام من كل شهر اسمهم إيه الأيام البيض بيبقى القمر فيها ظاهر وبيبقى بدر منور ليلة 13 و14 و15 يوم الثالث عشر والربع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري يجوز للإنسان ويسن له أن يصوم هذه الأيام لأنها سنة عن الحبيب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس سيدنا النبي كان بيصوم يوم الاثنين بتصوم ليها سيدنا النبي قال ذاك يوم ملدت فيه وكان بيصوم يوم الخميس ولما سئل قال يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم كنا حريصين في رمضان على صلاة الترويح وعلى صلاة التهجد ونبحث عن الشيخ اللي بيطي للصلاة ونصلي خلفه بيقرأ بجزء عشان نختم القرآن طب ما أنت لو صليت العشة في جماعة والصبح في جماعة فكأنما قمت الليلة كله لو صليت ركعتين اتنين بالليل فهو قيام ليل لو قمت قبل الفجر بساعات مستغفرة كنت من أهل الأسحار المستغفرين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون معنا اتصال سلام عليكم سلام عليكم أنا حقك أوثر سلام عليكم عليكم السلام تفضلني أنا كان ليه ابن أخ توفي ليه ابن أخ متوفي نعم وكان عليه مبلغ فوقت الجنازة أبوه اتعهد أبوه اتعهد بالسداد يعن أبوه اتعهد بالسداد يعن ففي أي مسئولية عن متوفي ابعدي عن التلفزيون يا حاجك أوثر أبوه تكفل أن يسدد دينه مش كده وانده اتعهد يعنى أنه هو حيسدد المبلغ تمام ابن أخوكي ده عنده كم سنة عنده كم سنة يا حاجك أوثر ابن أخوكي كم عمره 24 سنة عليه مبلغ كبير بحدود 26 ألف 26 ألف وأبوه تكفل أن يقضي الدين والده حيسدده بس فيه أي مسئولية مثلا عنه حاضر هجوبك عندك أسئرة تانية لا الله يخل لي تفضيها جوبك إن شاء الله بص يا حاجك أوثر حقوق الله بنيت على المسامحة وحقوق العباد بنيت على المشاححة الإنسان لما بيموت نفسه مرهونة في قبرها حتى يؤدى عنها الدين طيب لو واحد وقف في الجنازة زي ما احنا بنشوف الناس ويقول أنا متكفل بالدين اللي على ابني أو على أبوي أو على أخوي أو على أمي أو على زكتي أو على أي حد من أقاربي انتقل الدين من رقبة من مات إلى رقبة الإنسان الذي تكفل بسداد الدين بيسقط الدين عن الإنسان المدين وينتقل الدين إلى من تكفل بسداد الدين عنه إن شاء الله وفي حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف للصحابة وقال أيها الناس شوفوا عظمة سيدنا النبي وجمال سيدنا النبي وحنان سيدنا النبي شوفوا بقوله أيها الناس من كنت شتمت له عرضا فليشتم عرضي هو أنت شتمت حد أبدا يا سيدنا النبي في ذاك الدنيا وما فيها ومن كنت جلدت له ظهرا فليقتص مني ومن كنت أخذت من ماله فليأخذ من مالي صلوات ربي وسلامه عليه يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الأمانات إلى أصحابها وعلمنا في الحديث قال من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله نسأل الله أن يرحم ابن أخيك رحمة واسعة وأن يقضي أخوك الدين عنه إن شاء الله معنا اتصال سلام عليكم يا أم عمر عليكم السلام يا أم عمر عليكم سيئم أسترابك والبالو عدرتك يسيق كنت الزكاة الفتحة رمضان كنت إيه؟ الزكاة الفتحة رمضان زكاة الفتحة طلحت الأختي عشان كانت في دقيقة ويعني في زرقها جمدة ها كده حلالة ولا إيه؟ إيه؟ إنت أعطتيها ليها هي ولا إنت اللي أخرجتي عنها؟ لا أنا أعطتها يعني الفلوس التي طلحتها هي لها قدتيها لأختك آه طب هل أختك أخرجت زكاة الفطر؟ هي طلعت آه لها هي ويعينها إنت بقى زكاتك أعطتيها لأختك إنت شايف الحالة بتاعتها إن هي محتاجة حاضر هجوبك أي سؤال تاني؟ صدالي يا أم عمر بالنسبة لزكاة الفطر في فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال زكاة الفطر دي مرتبطة برمضان سيدنا النبي قال عنها إيه؟ طهرة للصائم من اللغو والرفاث طهرة للصائم من اللغو والرفاث أي واحد فينا ربما تكلم بكلمة أو خاض بشيء في رمضان يوم يطلع زكاة الفطر عشان تطهير للصائم من اللغو والرفاث وتعمى للمساكين إنت أعطتيها لأختك إذا كانت الأخت محتاجة فلا مانع أبدا أن تعطيها من زكاة الفطر بس أنا عايز أوضح حاجة مهمة في زكاة الفطر حتى المسكين الذي يأخذ زكاة الفطر لابدة أن يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده زكاة الفطر يعني لو أخذ زكاة الفطر حد الدانو ميت جنيه زكاة فطر لابد أن يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده زكاة فطر حتى من المال الذي أخذه نعم حتى من المال الذي أخذه وصدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة سلام عليكم معنا اتصال أهلا أيوة حضرتك أنا عندي سؤال أستاذة رانيا تفضلي والدي جوزي أنا توفى وأنا هنا في القاهرة ولنا بيت في الشرقية وإحنا دفننا في الشرقية زوجك اللي توفى ولا والده لا زوجي أنا أمها أنا أم رانيا هي رانيا طلبت لي أنت أم رانيا ماشي أم رانيا الزوجي توفى آه تمام آه فهو توفى ودفروحنا دفننا في الشرقية الله يرحم فدلوقتي ميت بقى له ثلاثة أصهر ثلاثة أصهر فأنا لحد دلوقتي ما رحت اصدرت المكابر بيقولوا أنت ما تروحيش تباتي في حتة تانية إلا بعد الأربعة أصهر وعشر تيام وهناك هناك بيتنا وأنا كنت مكيمة فيه برضو وباجي هنا سنة وهناك هنا باجي شهرين ثلاثة أنت موظفة ولا حاجة يا مرانيا لا أنا قدت أنا على المعايش طيب تمام بس أنا دلوقتي حاليا عايز أروح أشوف يعني أطل على المكابر وبعدين لو أنا بيت في بيتنا هناك هيجرى حاجة هو هناك بيتنا وده بيتنا لكم بيت هناك وبيت هناك في القاهرة حاضر ها غاو بك حاضر أي سؤال تاني شكرا تفضل أستاذة سارة سلام عليكم شكرا أيوة لو سمعت دلوقتي أنا عمي توفى فكان عليه دين عربية أخته زوجته وأخوها سدوه فجات جدا سيقالت أنا ملزومها بالدين ده زوجته وأخوها هم اللي سدوا المبلغ بتاع العربية أخو الزوجة ولا أخو عمك لأ أخو الزوجة أخو الزوجة زوجته وأخوها آه فقال لهم الزوجين فدفعوا الدين فجدتي جات قالت أنا ملزومة بالدين ده آه فجدتي توفت من خوالي ثلاثة أشهر هم فقال لي من دول إحنا بنحلم لها كتير إن هي محبوسة فسألت قالولي ده عشان خطر الدين اللي هي قالت إن أنا اللي هدفعه فهو ده مظبوط هقولك دلوقتي أنا مليش في الأحلام تسألي سيدنا الشيخ موسى رضي الله عنه يوم السبت في الأحلام إنما أنا هقولك تعملي إيه إن شاء الله حاضر خالر فضالي بالنسبة لأم رانيا بتقول إن الزوج توفاه الله ودفن في الشرقية من ثلاثة أشهر وهي حاليا في فترة العدة عايزة تروح تزور زوجها تزور القبر بتاعه ولها بيت هناك في الشرقية العبرة يا أم رانيا من موضوع إن الزوجة تعتد على زوجها اللي هو منع الحداد ومنع الزينة وأن لا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة طيب أنت ليك بيت هناك لو خرجت مع صحبة مأمونة وذهبت إلى هذا البيت وبيت فيه لا شيء عليك إن شاء الله كذلك المرأة الموظفة اللي بعد أسبوع أو أسبوعين من وفاة زوجها بتذهب إلى عملها ما ينفعش إن هي تسيب العمل أو تذهب إلى السوق لتشتري بعض الحاجات بس إحنا بنقولها لما تخرج من البيت لا تتزيني لأن الحدادة معناه منع الزينة إن المرأة تحبس نفسها عن الزينة وتمتني عن الزينة ونسأل الله أن يرحمه لا مانع أبداً أن تذهبي إلى بيتك الآخر وأنت بيتي فيه معنا اتصال آخر الحج محمد سلام عليكم أهلاً وسهلاً أنا حضرتك من 6 سنين وقامل سنين قلت مع مركزة بحسطان البول عملت إيه؟ ركزة بحسطان البول تاني بس وضح السؤال مركزة بحسطان البول ما كنتش بتصلي ما كنتش بتصلي قعدت فترة قدي إيه؟ يعني حالي 5 ست سنين 5 سنين ياه دي وقت حالياً مسألت فيه قدي لازم تطلبنا عقب كل صلاة طب أنت يا سيد محمد مسألت الشيخ ليه في فترة المرض؟ أنا والله ما عليش يا شيخي أعدد علي ما عليش أنت كم عمرك يا سيد محمد؟ أنه عندي 42 سنة 42 سنة دلوقتي محافظة على الصلاة؟ ده وقت حادثك برجعت أصان بتاني حاضر بس فيه شيخ بيقول لي لازم تتوضى قول لي صلاة لازم تتوضى؟ ده شيخ منين ده اللي بقولك لازم تتوضى ده؟ يقول لي لازم تتوضى شيخ من جنبنا يعني أيوة شيخ 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 يعني بعمة كده زي حالتنا ولا شيخ كده؟ من الأزهر حضرتك لا مستحيل من الأزهر يقولك كده مستحيل ما هو المشايخ دلوقتي بقى أنواع شيخ أصلي شيخ أصلي متعلم كده في الأزهر على إيد المشايخ يقول لي ويها يقول لي لازم تتوضى يا عم محمد بس جاوبني الأول شيخ شيخ ولا شيخ تايوان معلش خريج أزهر خريج أزهر هجا وبك حاضر إن شاء الله الأخت صارة الأول بتسأل عما هتوفاه الله وكان عليه دين عربية وزوجته واخوها سددوا عنه الدين قالوا احنا هنسدد الدين جات أم الرجل اللي مات اللي هي جدة صارة قالت لا أنا هسدد الدين بتاع ابني الأجل كان قريب وماتت جدة صارة وبعدين بيشوفوها في المنام إن هي متضايقة وإن هي مخنوة هل معنى كده إن هي عليها دين طالما إن الزوجة وأخوها سددوا الدين والجدة أرادت أن تسدد الدين والزوجة وأخوها مسامحين في هذا الأمر لا شيء عليها طب لو هي سيبة تركة تصدقوا من تركتها باسمها صدقة جارية أو تصدقوا من تركتها لأولاد ابنها الذي مات ادوا له جزء من المال عشان تغنوهم عن السؤال رجل اللي مات وعليه ديون ده ادوا شيء من تركة الجدة خصصوا شيء للأولاد صدقة جارية لأولاد ابنها الذي مات نسأل الله أن يرحمها إنما الرؤى تخصص برنامج الأحلام مع فضلة الشيخ موسى يوم السبت الأخ محمد بيسأل عن أسطرة البول بيقول أنا كان عامل أسطرة من خمس سنوات أو ست سنوات وامتنعت في هذه الفترة عن الصلاة كانش بيصلي لذلك إحنا يا أخواننا بنقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسأل دواء العي السؤال اللي مش عارف يسأل مش معنى إنك مش عارف خلاص تسيب الصلاة أهدى يعني دي مصيبة إن الرجل سيب الصلاة خمس أو ست سنوات يعمل إيه دلوقتي لابد من قضاء ما فاته من صلوات وده رأي جمهور الفقهاء قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك طيب أتوضى لكل صلاة عم الشيخ لا أبدا لا تتوضى لكل صلاة تصلي بتوضء بوضوء واحد ما شئت من الصلوات لك خيارين إما إنك تصلي الصبح ومعه صبح من الفوائد والظهر ومعه الظهر كذلك بقية الصلوات أو تيجي كده بالليل أو ما بين الصلوات تصلي يوم أو يومين مما عليك الصبح الظهر العصر المغرب العشاء تقيم الصلاة لكل صلاة وتصليها ركعتين الصبح أربع الظهر أربع العصر ثلاثة المغرب أربع العشاء وتقضي ما عليك من صلوات حتى تتيقن أنك أديت ما عليك في هذه السنوات التي انقطعت فيها عن الصلاة هذا والله تعالى أعلى وأعلم إنما تتوضل كل صلاة لم يقل بهذا أحد من أهل العلم والله أعلم الحجة سألوا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أنا عم جوزي أبوه توفى وهو أصلا عنده بيت بتاع جدته أمه أبوه حكاية الأعمام والجدات النهاردة جدته أمه أبوه فيه ثلاث أولاد منها فيه ثلاث سبيان وبنت فالبنت توفى الله وما معاش أولاد وجوزها توفى فالأخ اللي هو الأصغر الكبير والوسط توفى الصغير بيقولك أنت عايزين تورسه في بيت أمي مش راضي يدي لولاد أخوه اللي مات أخو مات وله ولاد كله سلوية عملتوا إعلام وراثة يا حجة سلوى عملوا أعلان وراثة على حسب إعلام الوراثة تروحوا لدار الإفتاء يوزعوا لكم المسألة إن شاء الله تفضلي حضرتك أستاذ دينة سلام عليكم عليكم السلام بقول لحضرتك كنت عايزك تدعي الواحد في سنة حاضر انت في سنة كم يا دينة أنا في تلتة كلية تربية عرب ربنا ينجحك يا دينة وتطلعي من الأوائل إن شاء الله ويخلي هندعيلوا حاضر وندعي لكل أولادنا وبنتنا نبش نسيهم هندعيلهم كلهم حالا إن شاء الله تفضلي أي أسئلة تانية أستاذ سعيد طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يسهل عليهم الصعب والعسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سألا وإن شئت تجعل الحزن سهلا اللهم يسر لهم أمرهم ووفقهم في امتحاناتهم اللهم وفقهم يا رب العالمين اللهم ألهمهم الصواب والسداد والرشاب واجعلهم موفقين واجعل تعبهم وجهدهم في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات آبائهم وأمهاتهم اللهم إن الآباء والأمهات يفرحون بأولادهم ويسعدون بهم فأدخل الفرحة على قلوبهم يا رب العالمين ولا تضيع تعبهم ولا جهدهم أبدا آمين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا من جد وجد ومن زرع حصد اجتهدوا بعد رمضان وجددوا العهد مع الله في التوبة والأوبة مع الله بعد رمضان لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بالحب التقينا وعلى الحب نلتقي إن شاء الله ألتقيكم على خير وفي خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته